تعالى لما نزل على نبيه صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق هل المقصود بها اقرأ هي القراءة الكتيبة وتهجي الحروف اقرأ أو إن المعنى أعمق من ذلك أكيد النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي ولما جاء سيدنا جبرين عليه السلام نزل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لا اقرأ يقول لا ما أنا بقاري اقرأ ما أنا بقاري يعني ما نقراش ما هوش متعلم النبي صلى الله عليه وسلم القراءة بالحروف والكتابة بالحروف وهذا ليس زمن في شخصه بل هذا مدح في شخصه حيث أنزل الحق عز وجل عليه قرآنا لم يأتي الأولون ولا السابقون ولا التالين ولا المتأخرين بمثلين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سيدنا جبرين ويقول لا اقرأ يقول لا ما أنا بقاري بعد تالي في التالتة مرة التالتة قال لا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق تعرف كلمة سيدنا جبريل لسدنا النبي اقرأ باسم ربك الذي خلق من النقطة هدية أشرقت الأرض بنور ربها من النقطة هي من الكلمة اقرأ باسم ربك الذي خلق تجهزت الكون وتجهزت الدنيا لاستقبال الأمر الإلهي هل هو المقصود به القراءة حروفا وتهجئة الحروف نطقا لا لا الأمر أبعد من ذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق يا محمد منذ هذه الساعة ومنذ هذه الآية ومنذ هذا التاريخ ومنذ هذا الحدث الجلل يجب عليك أن تقرأ كل الأحداث من حولك القراءة الإلهية الرحمانية الربانية أن تقرأ كل ما يجول في حولك أن تقرأه باسم الله في قراءة بشرية يا لموشي وفي قراءة ربانية القراءة البشرية تختلف على القراءة الربانية القراءة الربانية لها قانون حساب آخر المعادلات الرياضية تحق بشكل آخر لكن القراءة البشرية علمونا واحد زي واحد يساوي اثنين هذه قراءة بشرية صلاح أركز معي شوية باش على الأقل نقدر نوصله للنقطة اللي ينبيها القراءة البشرية أقوي شوية الصوت صلاح بالله بالنمواخده الله يفتح عليك إن شاء الله القراءة البشرية يا بشير واحد زايد واحد قداش يساوي يساوي اثنين بايتراه يقول لنا بايتشيل القراءة الربانية القراءة الربانية الحسنة بعشر أمثالها يختلف ولا ما يختلفش تختلف القراءة هنا تختلف ربي سبحانه وتعالى قالك الحسنة بعشر الدير حسنة تساوي عشرة يعطيك ربي سبحانه وتعالى عشرة نجيبها لك هنا بالمثل نبسطها لك أكثر أنت في جيبك عشرة دينار باش نحن نوصلوا للمفاهيم يجب أن تصحح أنت في جيبك عشرة دينار تصدقت بدينار قداش يفضل في جيبك قراءة حسابية بشرية تسعة دينار هذه القراءة البشرية الحسابية في جيبي تسعة دينار لكن القراءة الربانية القراءة الربانية أنت عندك عشرة دينار تصدقت بدينار قداش عندك في جابك عندك في جابك تسعتاشر دينار تسعة في جابك وعشرة عند ربي أما هم اللي ينفعوك أكتر العشرة اللي عند ربي ولا التسعة اللي في جابك يا صلاح يا صلاح النقطة هذه نبي نوصلها باش نقدر نوصل لحلقة اليوم لما انت عطيت دينار لوجه الله سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى موقع ما عقد قالك وما تقدموا لي أنفسكم من خير تجدوه عند الله طيب العشرة هدية وين مشت مشت عند ربي سبحانه وتعالى وانت عندولك في جابك تسعة دينار بأي أمتى بيردها لك ربي العشرة هي التسعة دينار اللي بجابك بيتصرفهم والعشرة دينار العشرة دينار رصيد عند ربي سبحانه وتعالى أمتى بيردها لك ربي يردها لك ربي سبحانه وتعالى ويردها لي فلوس ربي مش شرط ما هو الشرط يرد ذلك فلوس يرد ذلك عافية يرد ذلك صحة يرد ذلك قبول يرد ذلك توفيق يرد ذلك عناية يرد ذلك راحة بال يرد ذلك حكمة يرد ذلك لطف يرد ذلك مصيبة كان جايتك ينحيها من عليك هدي حسبة ربانية ولا مش حسبة ربانية